اختمت اليوم فعالية ورشة عمل الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان التي نظمتها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية وقطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية هذا وشارك في هذه الورشة نحو سبعين مشاركا من خبراء دوليين ومسؤولين ومنتسبي الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة للوقوف على الإجراءات الخاصة التي تتبعها الآليات الدولية في متابعة حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية إزاءها ومناقشة أفضل المارسات لإعداد الردود على الاستفسارات والتقارير الدولية اختتمت ورشة عمل الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتي نظمتها وحدة التحقيق الخاصة من أجل مواصلة تعزيز العدالة وسيادة القانون في مملكة البحرين هذه الورشة كانت حول الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان وقدمت فيها الالتزامات الدولية في حقوق الإنسان بصفة عامة ثم الإجراءات والآليات التي يجب على الدول أن تتخذها في هذا المجال وكانت ورشة مهمة جدا وأنا أشكر جميع الحاضرين والمنظمين لهذه الورشة ثم أريد أن أشيد بجهود المملكة في إطار حقوق الإنسان وتطور الكبير الذي شهدته خلال هذه السنوات خاصة في حقوق الإنسان وحقوق المرأة بصفة خاصة تناولت هذه الورشة محاور عديدة مهمة منها الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان كيفية تعاضي مملكة البحرين مع هذه الآليات وأخيرا في الجلسة الرابعة تناولنا آلية إجراءات الشكاوى ما تمر به هذه الآلية من مراحل شروط قبولها وكيفية تعامل مملكة البحرين مع هذه الآلية وتناولت هذه الورشة عدة جلسات تخصصية كان أبرزها آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واستعراض تجربة مملكة البحرين في التعامل مع تلك الآليات طبعا تركز هذه الورشة على أهم الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان وتهتم مملكة البحرين في حماية وتعزيز عناصر هذه الحقوق واتخاذ الإجراءات والأساليب المناسبة بحيث كانت هذه الورشة التدريبية مفيدة جدا في طرح الإجراءات السليمة لحل النزاعات والتغلب على عدم المساواة وخرجت الورشة بعدة رؤى كان أبرزها أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات مع مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى جانب التأكيد على استمرار التدريب الملائم ناهيك عن تكثيف العمل والالتزام بتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان تأتي هذه الورشة ضمن السلسلة من الورش التي تقيمها مملكة البحرين للتأكيد على تجربتها الناجحة في مجال حقوق الإنسان والحرص على تعزيزها وذلك للبناء على ما تحقق في مسيرة الإنجازات لجلالة الملك المعظم أيده الله طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر